هذه أبرز العناوين حالة صحية جيدة والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس جواد زيري آمل دعوة نجمين لمنتخب المغرب بالمونديال عبر جواد زيري النجم السابق لمنتخب المغرب عن أمنيته بعودة مهاجم فريق اتحاد جد السعودي عبد الرزاق حمد الله إلى صفوف المنتخب المغربية وكذلك توجه الدعوة لموهبة نادي برشلون الإسباني عبد الصمد الزلزولي للمشاركة مع منتخب أصود الأطلس في نهاية كأس العالم قطر 2022 والمحدد إقامته خلال الفترة ما بين العشرون من نوامبر والثامن عشر من دجانبير القادمين وكان حمد الله قرر إنهاء مشواره الدولي مبكرا في قرار كان غير متوقعا لدى الكثير من عشاق الكرة المغربية وعن اللاعب من علاقة متوترة مع منتخب بلادي على فترات مختلفة لا سيما بعد غيابه عن المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر وارتبطت عودة ابن الواحد والثلاثون عاما إلى المنتخب برحيل المدير الفن السابق للفريق الوطني المغربي وحيد خالل الزيتش وفي تصريحات لموقع وينوين سئل الزير عن اللاعبين الذين يعتقدوا بإمكانية عودتهم إلى المنتخب خلال الفترة القادمة فأجاب أتمنى عودة عبد الرزاق حمد الله وتوجيه الدعوة لللاعب المميز عبد الصمد الزلزولي في إشارة إلى نجمة اتحى الجد السعودي وبرشلونة الإسبانية وأوضح الزيري هما لاعبان قادران على تقديم الكثير للمنتخب في المونديال حقا آمل أن يعود حمد الله لسه أن المدرب ولكنه لاعب ممتاز وهداف وكل المنتخبات تتمنى وجود لاعبين في مستواه وعلى الجانب الآخر يرى الزيري أن وليد الجراغي زميله السابق في الفريق الوطني المغربية يستحق تدريب المنتخب وقال في هذا الصدد لعبت مع وليد الجراغي لسنوات طويلة وأعرفه جيدا وهو يكتسب الثقة ويفهم اللعب ويعرف كيف يوظف أفكارها كما أنه صاحب إنجازات وعقلية احترافية مميزة عاجل الجامعة المغربية لكرة القدم تخرج بتصريح متير على عودة زياش للمنتخب بعد إقالة خالل زيتش كشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن موقفها من عودة النجم حكيم زياش لمنتخب المغرب عقب الإطاحة بالمدير الفني وحيد خالل زيتش وقال مصدر من الجامعة في تصريح خاص إن تركيز المسؤولين منصب حالي على ملف المدرب الجديد وأضف لا يمكن الحديث عن حكيم زياش قبل الإعلان الرسمي عن اسم المدرب الجديد وكان زياش قد أعلن اعتزاله دوليا في وقت سابق وأكد أنه لن يلعب مع الأصود ما دام خالل زيتش في منصب المدير الفني بسبب خلاف عميق وقع بينهما وأقل خالل زيتش هذا الأسبوع من طرف جامعة الكرة وأضف دات المصدر أن زياش نجم كبير ومهم للمنتخب المغربي وهناك تفاؤل كبير بعودته ليكون حاضرا في كأس العالم بقطار مشيرا إلى أن اتحاد الكرة يفضل الحديث عن مصير زياش بعد تعيين المدرب رسميا وكان زياش قد غاب عن نهائية كأس أمم أفريقيا الماضية في الكاميرون كما غاب عن التصفية المؤهلة لكأس العالم 2022 بوفال تخليت عن العطلة من أجل العودة للملعب أنا في حالة صحية جيدة أكد الدولي والمغربي السوفيان بوفال لاعب نادي أونجا الفرنسي لكرة القدم أنه ضح بعطلة الصيفية من أجل استغلال الوقت والتحضير بأفضل طريقة لضمان عودة سريعة للملعب بعد العملية الجراحية التي خضع لها قبل أشهر وقال بوفال في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية الحمد لله أشعر بأنني في حالة صحية جيدة لقد اشتغلت بشكل كبير هذا الصيف وضحيت بعطة نهاية الموسم من أجل العمل بقوة والعودة بسرعة إلى الملعب وتابع المتحدث نفسه قائلا سأواصل العمل وأبدل قصار جهدي لاستعادة قوتي وجاهزيتي بشكل تام وأنا سعيد بما وصلت إليه الآن بعد أن تمكنت من العودة إلى الملعب في هذا الوقت من الموسم وعرفت الجولة الثانية من الدورة الفرنسية لكرة القدم تألق اللاعبين المغرباء خصوصا التولاتي سوفيان بوفال العائد من الإصابة وأبو خلال المنطق خلال المركات الصيفي لتولوز وأمين سلام ملعب أنجي وأسام بوفال فإن قد فريقه من الخسارة أمام أكسير في المباراة التي تعادل فيها الطرفان بالنتيجة هدفين لهدفين بعد أن أهدى كرة على طبق المندها بالزميله المغربي آمين سلام سجل منها التعادل في الدقيقة السابعة والسبعون يشار إلى أن سوفيان بوفال يبدل مجهودات كبيرة للعودة من جديد إلى الملعب وضمان المشاركة في نهائية كأس العالم قطر ألفين واثنين وعشرون رفقة المنتخب الوطني المغربي الذي يعد أحد ركائزها عموتة يعيد لعبا مميزا للويداد استقر مسؤول الويداد الرياضي على إعادة الحسين عموتة لتدريب الفريق الأحمر من جديد خلفا لواليد ريجراجي الذي بات قريبا من تولي تدريب المنتخب الوطن الأول وقيادته في مونديا القطر خلفا للمدرب البوصني وحيد خلع لزيتش الذي تم الانفصال عنه بشكل رسمي وفق بلاغين سابق للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وذكر موقع لدخوة سونس وسونس بورا أن الحسين عموتة طالب من سعيد ناصر رئيس الفريق الأحمر التراجع عن قرار تصريح أمين أبو الفتح على سبيل الإعارة لأحد أندية البطولة الاحترافية ورغبته في الاعتماد على خدمته خلال الموسم المقبل وشددت ذات المصادر أن الحسين عموتة أبلغ إدارة الفريق الأحمر أنه قرر الاستعانة بمساعده الأول في المنتخب المحلي مصطفى الخلفي في تدريب الفريق الأحمر إلى جانب عبد الإلهباغي مدربا للحراس وفي السياق ذاتها سيحصل عموتة مع النادي الأحمر على راتب شهري حدد في 40 مليون سنتيم من أجل الإشراف على الإدارة التقنية للوداد وتوجع عموتة مع الوداد قبل خمسة أعوام بتنائية الدور الاحترافي ودور أبطال إفريقيا وتواصف حت خلافي مع الناصر قبل عودته للفريق الأحمر حيث كانت تنائي على خلافين بسبب نزاع مالي انتهى بحكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح المدرب بحصولها على أكثر من 600 مليون سنتيم هذه أبرز العناوين جواد زيري آمل دعوة نجمين لمنتخب المغرب بالمونديال عاجل الجامعة المغربية لكرة القدم تخرج بتصريح موتير على عودة زياش للمنتخب بعد إقالة خاللوزيتش بوفال تخليت عن العطلة من أجل العودة للملاعب أنا في حالة صحية جيدة ترجمة نانسي قنقر